بهدف تعريف الأطباء والباحثين والطلبة بآخر ما توصل إليه العلم في المجال الطبي نظمت جامعة الإحواش الخاصة كلية الطب البشري بالتعاون مع اتحاد الجامعات الآسيوية المؤتمر الطبي الدولي الأول تحت عنوان الابتكارات والتقنيات الجديدة في العلوم الطبية والصحية هذا المؤتمر غني بمحاوره العلمية والبحثية ودائما فرصة طيبة لتعارف الأطباء المشاركين الباحثين فيما بينهم تبادل الآراء تبادل الأفكار لما توصل إليه التقدم العلمي في كل اختصاص تطوير العلاقات وخدمة المجتمع والتواصل بين الجامعة والمجتمع من خلال الخدمات المجانية وفي فعاليات اليوم الأول شارك باحثون وأطباء من سوريا وعدة دول عربية وأجنبية سواء حضورا أو افتراضيا وتناولت الأبحاث المشاركة مواضيع هامة منها ما يتعلق بجراحة القلب وترقق العظام وإصابات الحرب كذلك تم تكريم عدد من الأطباء السوريين الرواد التي كانت لهم إنجازات مميزة سيما في هذه الظروف الطارئة العدد للأطباء المشاركون حضوريا بحدود الأربعين طبيب من مختلف دول العالم بإضافة لأطباء السوريين وأفتراضيا بقدر 18 محاضرة كانت أونلاين المؤتمر لم وضم معظم الإختصاصات المطلوبة تزحيل العظم أو طريقة الأسانسور طريقة فعالة أكثر بالعظام الطويلة ولكن تأخذ مدة شفاء أطول قد تصل إلى عدة سنوات وبهالطريقة هي أنقذنا ما يقارب لـ 25 مقاتل من العجز الدائم ما بين بتر الأطراف وإعادة الأطراف إلى الحياة يهدف هذا المؤتمر لخلق حالة علمية ومعرفية ضرورية وطرح آخر التطورات والأبحاث الطبية الأكثر حدثة في العالم شيرين العلي الإخبارية السورية من مسرح جامعة لحواش الخاص صابر في حمصة الغربي ترجمة نانسي قنقر